طيب يا جماعة دلوقتي نص المسألة بيقول ايه? لو اللي في محاضرة. بيقول فور the platform shown in the figure. الفجر اللي قدامنا دوت. find the vertical and lateral forces in each pile. if you know that. عايز القوة الرأسية والقوة الافقية في كل بايل. لو احنا عرفنا. the pile are reinforced concrete بالمسلحة. ويتقصد كل اربعة متر. والقطر بتاعها ستين سنتي. تمام? the pile is fixed to the platform slab. the pile is fixed. يعني اتصلها بالplatform مش هنجد مش بيسمح بدغرون. هو هيقولها كده في المسألة. تمام? مع السلابة اللي فوق ديت. يعني تربة القاع اللي هي ديت. دوز يعني ضعيفة او مخلخة. تمام? المسألة كلها عبارة عن ايه? ده مزاجة المسألة دي عبارة عن سلابة خرصان مسلحة عالية جدا. واقفة على تمام? ده النموذج الانشاء البسيط جدا يعني مفوش اي حاجة. طيب احنا اللي الوقت هنعمل ايه? اول حاجة هو طلب مني. يبقى انا للوقتي عندي هنشتغل اول حاجة عقسم صحة عدية اتنين. والنحية التانية اللي هي يعني هي بتتقصت اربعة متر. طب يعني ايه? يعني انا ديت عندي التعطي. وهي دي عندي بعد كده اربعة متر صف كمان اربعة متر يعني اربعة متر صف كمان. وهكزا تمام? وده طبعا ده يعني الحاجز بتاعي. ده الحاجز بتاعي. فده البلاطفورم دخل جوه الماء زي ما تشايف. فاحنا هنعمل ايه? احنا بناخد بس. ناخد الشريحة اللي عندي اللي هي الاربعة متر. تمام? خدت الشريحة دي اتكبرتها فوقها. تحد اللي هو استمام. آآ عندي الشريحة هيت. وقالي بايل وقالي اتنين وقالي تلاتة. عندي اربعة متر طولها او بتاعتها اربعة متر. الطول دغو تجاي منين? اهو تجاي من تحت اتنين. اربعة اربعة اتنين. ديني اتنشرة متر في الاخر. بتاعها واحد واتنين من عشرة. عندي قوة ديت قوة ميلة بستين درجة تسانية وتمانين كيلو نيوتن. جماعة احنا في الدرس دوة بنشتغل بالكيلو نيوتن. يا ريت احنا بنشتغل بالكيلو نيوتن. تمام? مش بتطن. آآ عندي هنا صدمة تراكي. ستين كيلو نيوتن على المتر الطول. صدمة التراكي معناها ان السفينة وهي بزركن. مش زي العربية كده بتركن وتقفح في احتكاك مع الطريق. لأ. هي بتبضل تهدي الحياة ده ما بتوصل للميناء بتصدم صدمة بسيطة جدا عشان تبتيت اركن عليه. هي ديت صدمة التراكي. تمام? ديت القوة عندنا طيب انا دي وقت شغال يعني قوة رأسية. انا ايه قوة رأسية اللي بتأثر عندي? اول حاجة اللي بيأثر عندي على الخوازين. تمام? هي آآ وزن زائد وزن آآ زائد القوة اللي على مدفع الروباط. مدفع الروباط لو بنربط في السفينة ده وقت بيبقى عليه قوة شد. تمام? ديت قوة شد يا جماعة. ديت قوة شد مش قوة ضغط. ديت قوة شد. طيب هل هل صدمة التراكي بتحصل مع مدفع الروباط? لا. كل واحدة من ديت بتحصل لوحدها في طرف يعني ديت بتحصل الاول وبعد كده ديت بتحصل. انا اكيد السفينة بتركن وبعد كده بابتده اربطها. تمام? فانا بحالة مدفع الروباط. انا هدرس ايه دلوقتي? انا هدرس دلوقتي مدفع الروباط. اول حالة هي مدفع الروباط اللي هو اسمه البولارد. تمام. طيب انا دلوقتي عن القوة تسعمائة وتمانين هتتحلل في الاتجاه الرأسي. القوة تسعمائة وتمانين ديت هتتحل في الاتجاه الرقصي. وفي الاتجاه الافق. تمام? هنعمل حاجة غريبة شوية للوقت. احنا هنعمل حاجة غريبة شوية. اول حاجة هي هتتحل في الاتجاه الرقصي هتبقى تونمية اتنين وخمسين. وستة امان عشرة. اللي هو تسعمية وتمانين ساين ستين. اطلع. تونمية اتنين وخمسين. وستة امان عشرة. هنا هل انا هحللها على الافقي? قال لك احنا مش هنحللها على الافقي. انا عندي ان القوة ده كلها تبقى في الاتجاه الافقي. انا بالنسبة لي اساسا في البلاتفورم هي تمام? فانا الوقتي هخلي القوة دي بكامل قطقتها تبقى على الاتجاه الافقي الافقي. سعمية وتمانية. تمام? اصبح عندي كده قوة رقصية. واصبح عندي قوة افقية. بقت مسألة عادية عادية جدا. تمام? اول حاجة هنعملها. القوة الرقصية. قوة اللي بتأثر في الاتجاه الافقي. اول حاجة وزن البلاطة. اي وزن بيساوي الحجم في الجامعة. تمام? الجامعة ديت اللي هي وزن وحدة الحجوم. يعني عندي مكعب واحد متر في واحد المتر. ده وقت هيقصر بوزن مقداره كزا. تمام? فاحنا جامعة الخرصان المسالحة خمسة وعشرين كيلو نيوتن. المتر مكعب. تمام? يبقى الحجم عندي اتناشر فاربعة في واحد واتنين. في اربعة في واحد واتنين. في الجامعة تحت الخرصان المسلحة اللي هي خمسة وعشرين كيلو نيوتن. تمام? ديت القوة اللي في اتجاه الرأس اللي جاي من الوزن. الوزن كده. ناقص القوة اللي جاية من مدفع الروباط. ناقص. تانمية. تانمية اتنين وخمسين. ستة. الكلام ده هيساوي عندي. تمام? تانمية سبعة وتمانين. هساوي. تانمية. تانمية ايه? خمسمية خمسمية سبعة وتمانين. هساوي خمسمية سبعة وتمانين. بوينت اربعة. كيلو نيوتن. كيلو نيوتن يا جماعة تمام? طيب هل انا دلوقتي اه ديت القوة عندي همقسمها على التلات اه خوازيق على طول? قالت احنا هنشتغل في نظرية اسمها يعني ايه? يعني ديت مش بتتشكل او مش انها هتدي كل من دول غير التاني. التلاتة هياخدوا نفس بس في تاني هيأثر عندي. المومنت دوت هو او في اتجاه يعني في الاتجاه ده. هيدي من دول قوة اكبر من البيل التاني هيضغط على وهيشد تاني. فهيدي له قوة اكبر. طيب انا المعادلة الحكمة عندي ايه? قالك. بسم الله. تمام? قوة اللي على البيل هتساوي القوة الرقصية اللي عندي ديت على عددهم عدد اللي؟ لذلك البيل هتساويي دي